النجمة الجميلة غالية بن علي من وراء اليوم السابع بنورك بنورك وشكراً على دايماً اليوم السابع ده بيتنا من ورانا شكراً حبيبتي أكتر مكان عجبك في الوصر الوصر كلها أنا بحبها كلها طبعاً الأماكن الأسارية وكله بس أبسط الأماكن يعني النيل يعني ضفة النيل وأحلى مكان في النيل لما بقى في الفلوكة وبقعد أغني وأدندن ومحبايبي بس كلها كلها الأماكن اللي بعشقها في مصر حاجة بتعمليها على طول بتخليك رائعة أدندن أدندن دايماً مزيكة الطلب الجماهيري أكسسوارات غالية علي منين أكسسوارات أكسسوارات في حاجات كتيرة بتاعت جدتي وما دي الحاجات اللي دايماً بلبسهم وفيهم باركة كده وفي حاجات تقليدي حاجات من تونس حاجات من أصفاري أصلاً وفي حاجات بيدهالي الأرواح التي لا ينقطع وصلها كل مرة حد يديني حاجة حزازة مش عارفة إيه بس دي دا حلق حلق تعجدتي وتقليدي تونسي أمازيغي عشان ضيعت الصغيرة اللي كانت معايا زماني بتصحات بان يعني إن شاء الله ضيعتها فعودتها بدي أصحابك مسمينك إيه على الموبايل كحكوكي كحكوكي يعني عشان أميحب الكحكي بتاعلي عيدها الكحكي المصري دا باب إيه داني غلولة دا حيبقى تونسي أكتر غليوتا غولة بس أكتر كلمة بتقوليها وإنتي على طول متعصبة ما عرفش لما تعصب ما عرفش أقول إيه بقول إيه أكتر كلمة أكتر كلمة بتربليها أعيدها أنا أمشي بالوشي للعيال لأولادي والله ما عرفش لما كنت تعصبة كمان أنا ممكن ما تطلعش مني يصار خوداء وده دا صعب ممكن أععد كده آه بنتي بتقول ماما أنت لما أنا عارفة إنك متعصبة لما بتعملي كده بتعادي بتعملي كده ببقي كده فبا بتعملي كده وتنحي فبعرف إنك بتعصبة ممكن ما أصرخش ومتكلمش ما قولش حاجة آه وده لي خوف أكتر آه أول جواب غرامي اتبعت لغاليا بن علي كان إمتى أول رسالة حب كانت لي آه مش فاكرة سن كام يمكن 12 سنة 11 سنة الغريبة جدا أنا عارفة من مين كانت من واحد اسمه طهر كانوا كان مجنون شوية كتير الولد ده كانت لي معاه قصة ممكن أحكي آه طبعا آه في ابتدائي كان في ولد الولد ده كان موجود ومن عيلة فقيرة جدا وقان قاعد آخر الصف وانا لسه يعني مش عارفة كان نايم آه فجي المدرس وضربوا ضربوا بكراسة على دماء وقاعدوا الناس كلها تضحك وانا عيط اليوم ما كنتش فاهموا كان ايه متو بتصحول ايه او كمان ما عجبنيش انه يتضرب والناس تضحك والولد ده كان جده راجل كفيف وكان بيروح السوق وبيبيع حمص وحاجات صغيرة كده عشان بس يلم يعني شوية فلوس كده وبقولك ناس فقرة جدا آه روح يزمان ويجا يزمان زي ما نقول وكبر طهر ومش عارفها حصل ايه بالزبط ضربوا البوليس على دماغه وتجنن فجي الجنان بتاعه على غالية افتكر غالية ما عرفش ليه يمكن من الحتة دي يمكن من حاجة كده كنا بنبصي له انحنا صغيرين بس انا بحكيلك ده كان ابتدائي سنة تانية ابتدائي فكراها زي دلوقتي وانا بحكي بعدين على سنة اولى سنوي وكان طهر بتابعني في كل حتة ومرة بعد جواب وحط معاها كاسة لمايكل جاكسون وكان جاي يضرب يضرب على الباب عندنا في البيت والكلاب تنبحوا كله فبابا رح له قالوا بتعمل ايه والناس طبعا ملمومة قدام البابا قالوا بتعمل ايه قالوا انا عايز اشوف غالية قالوا انت انت يرديك لو اختك ييجي حد يعمل فيها كده يعني يرديك قالوا لا ما يرديش قالوا طيب انت عايز غالية ليه انا ابوها قالوا انا عايز اديها الرسالة فقالوا طيب اديها لي وانا اديها لها فدالوا الكاسة والرسالة رسالة الحب دي بس فجالي من مجنون غالية موقف محرج هصلك على المسرح ممكن تنسي ايه موقف محرج موقف محرج ما اعرفش هو هو في كذا موقف ممكن يبقى محرج طبعا اكترهم اكبرهم ان انا انسى كلمة وعشان كده دايما قدامي الورق حتى لو ما اراش دايما بس ساعات ممكن مرة قلت انا من كترة الحضور بغيب من كترة ما انا حضرة بالكلام وبالمزيق وبالحاجات بجد في كلمة ممكن تفلت مني او وعندين كلامة بغنيه كل مرة بطريقة مختلفة فطبعا دايما الخوف والرعب ان انا انسى كلمة وممكن ان تنسي الكلمة بس كل مرة يعني اه محرج طبعا بس كل مرة مثلا اقف وقول انا اسفة او ممكن اروح الحتة تانية وممكن اقول ستوب بس اه في مرة مثلا وقعت على المسرح فقومت طبعا باطحك بس انا محرجة قوي بصراحة كمان مين اللي غالية ما بتعرفش تحور عليه ابدا والله انا مش هحور مثلا على ابني ممكن احاور على بنتي وفي صديقي شهين وصديقي علاء مش ممكن احاور لا مش ممكن وطبعا صديقتي نهال بس نهال اعمل فيها مقالب كتير ممكن اعمل فيها مقالب كتير عادي وبعدين لازم اشرح لها وبعدين وبعدين نضحك وبعدين خلاص بس شهين بخاف منه وعلاق اه بتعرفش تحوري علي لا خالص خصوصا شهين لون مستحيل تلبسي في اللبس الموف بحبش الموف بحبش لسه ما بحبوش انا كان فيه الوان كتير ما بحبش تلبس مع اني بحب برسم وبحب الالوان كلها بس فيه الوان ما قدرش تلبسها حتى الالوان اللي بعشقها ما قدرش تلبسها وهو مش لون بس هي درجات اللون كمان في درجات معينة ممكن نلبسها ودرجات لا بس الالوان كل مرة كان فيه الوان كتير فكل مرة بحس كده انا اتعدى لون يلا دلوقتي ممكن البس اصفر مع انه قبلها ما كنتش ممكن البس اصفر خالص فبحس كده اني تصالحت مع الطاقة دي او اللون ده او الحاجة دي اللي لسه ما طلحتش معاه هو ده الموف حاجة غريبة اللي هو موف اي يعني بيربل بيربل او لا ده لا خصوصا البربل اللي مسود كده شوية ومدي مش عارفة عالبينك عالالبوردوش بس نبول بوردو نبيتي مش عارفة دي حتة لسه الطاقة دي لسه ما فهمتهاش لسه ما لسه ما حبيتهاش اغنية بتوصف حالتك دلوقتي؟ اغنية بتوصف حالي دلوقتي ياه انا في اغنية دايما بتوصف حالتك في اغنية دايما بغنيها هي او تذكرو بحسها مش عارفة وكأنها دايما بتفكرني باصل الحاجات بحبها قوي او تذكرو اول صلاة للسماء حينما صعدت دعاء او تذكرو بجد دي دي اكتر حاجة بت بغنيها بدندنها يعني تقريبا كل يوم مين اقنع غاليا بن علي ان امه كلسوم جدتها؟ غاليا بن علي محدش يقنعها بحاجة هي مش مقتنعة بيه لا هي الظروف يعني هي صورتها في قطة بابا وماما في قط النوم مش حتى في الصالون ولا حاجة اللي هي لا لا في قط النوم يعني يا ام ابويا يا ام امي مثلا عرف ام ابويا وعرف ام امي دي كنت دايما بقول دي يا مين ام مين يمكن ام ام يعني ام جدتي جدا بس كنت افاكرة انها جدتي او قريبتنا جدا يعني لانه صورتها كانت موجودة لانها كانت حضرة جدا في البيت لأنها كنت نسمحها دايما يعني نتفرج عليها التلفزيون ومن سنتين من ثلاث سنين لما رحنا مطماطة اللي هو في قلب الصحراء في بيت غرفة اللي هو السماعي غرفة اللي هي محفورة في الأرض اللي كنا ساعتها رايحين طبعا نودع بابا الله يرحموا وانتفنوا كده فدخلت قودة عمتي لقيت نفس الصورة اللي كان في قودة ماما وبابا لقيتها في قودة عمتي في قودة نمع في مطماطة يعني هي صورة أم كونسوم بس وحواليها الصور العيلة فأنا لو شفت لو كنت شفت ده وانا صغيرة كنت حتأكد إنها بقى من عيلة أبوية عشان دي عمتي من عيلة أبوية فأكيد هي تقرب لنا مع صور العيلة فأم كونسوم يعني حاجة كلنا أراك عصي يدم عشي ماتك الصبر أما للهواء نهيون عليك أما للهواء نهيون عليك وانا أمر نعم 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 أنا أسوأ يأمير